سعادة السفيرة تلعب مصر دور هام جدا في السماح بوصول المساعدات الإنسانية وأيضا في تواصلها مع المجتمع الدولي هنا وهناك لحل الأزمة في قطاع غزة كيف تري هذا الدور المصري في إقاف ما يحدث في غزة وأيضا في وصول المساعدات وما هو سبل الدعم الفرنسي التي ممكن أن تقدم من أجل المشاركة في حل هذه الكارثة الإنسانية إن هذا التعاون الضروري للغاية ونحن نتوجه بالشكر للسلطات المصرية على هذا التعاون البناء الذي تمكننا من خلاله من تقديم الدعم من خلال توفير المساعدات الإنسانية إلى غزة ولإخراج المواطنين من هناك نظرا لأنكم تعلمون أن لدينا فرنسيين هناك لدينا أيضا وكلاء لدينا أيضا بعض العاملين لأن فرنسا كان لديها منذ سنوات عديدة معهد فرنسي في غزة وبالتالي تمكن موظفون ومواطنون وعائلاتهم في الغالب من القيام بذلك حيث خرجوا من غزة وسنواصل هذه الجهود ومن الواضح والجلي أن دور مصر كان أساسي للغاية في كافة المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ووصولها إلى غزة نحن نعمل بشكل جيد للغاية وبشكل وثيق مع السلطات المصرية وكذلك مع الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بهذا العمل عند معبر رفح ومن الضروري للغاية أن نتمكن من مواصلة العمل بشكل مستدام حتى يكون هذا الوصول مستداما ومحافظا عليه ويستجيب بشكل حقيقي للأزمة ويلبي احتياجات الشعب الفلسطيني والأمر الثاني هو أن مصر بالفعل لديها دور هام تلعبه كما لعبته سابقا فيما يتعلق بمسائل الإجراءات العملية والمنظور السياسي الذي يجب أن تعطيه للصرع ولذا فإننا نعمل ونناقش مع أصدقاؤنا المصريين لمحاولة رسم طريق للحصول على منظور سياسي بشأن هذه الأزمة ما هو موقف فرنسا من قضية التهجير وهو محاولة إسرائيل الدائمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ذهاب شعب فلسطين إلى سينا شكرا لك على هذا السؤال وكما ذكرت فإن نداؤنا إلى إسرائيل هو احترام القانون الإنساني ومن الواضح أن هذا يشمل قضية الإجلاء والتهجير القصري التي كما تعلمون غير مسموح بها بمجاب القانون الإنساني الدولي ومن الواضح أن مصير الشعب الفلسطيني اليوم يكمن فيما نعتبره جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية أي الحدود حدود 67 التي حددت الحدود الفاصلة التي ينبغي أن نبني عليها هذه الدولة الدولة الفلسطينية وحدود 67 تلك تشمل غزة والضفة الغربية وبالتالي فإن المقصود من هاتين المنطقتين بسكانهما أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل شهد التعاون بين فرنسا ومصر على المستويات السياسية والتنصيق الأمني والعسكري تطورا غير مسبوك خلال السنوات الأخيرة وتقارب وجهات النظر في كثير من الملفات الإقليمية والحوائية لا سيما فيما يتعلق بالقضية الليبية وملف غاز شرق المتوسط والإسلام السياسي ما هي سبل تعزيز وتوسيع التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظمات المتطرفة على المستويين الدولي والإقليمي لدينا علاقة غنية للغاية مع مصر كما تعلمون مما يسمح لنا بالفعل بالتعامل مع القضيتين الإقليميتين لقد تحدثنا للتو عن الصراع الذي يشغل اليوم كل اهتمامنا ولكننا نجري مناقشات حثيثة مع مصر ونجري حوارا مكثفا للغاية بالطبع حول الأوضاع الأخرى في المنطقة بداية من ليبيا كما أشرت والتي من المهم أن نتمكن بشأنها من إيجاد طريق للخروج من الأزمة السياسية وأننا يمكن أن نعمل معا في هذا الاتجاه ويتم هذا العمل أيضا من خلال تبادل المعلومات وتقاسم المواقف حول كيفية معالجة عدد معين من الأزمات الدولية وتحدثت بشكل خاص عن الحرب ضد الإرهاب ومن الواضح أن هذا موضوع نناقشه مع السلطات المصرية بكل جدية معي أجيب الأيام شكرا